موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلم بكم معكم احمد علي وحلقة جديدة وعلى مسارة التقنية تمنى تكونوا بخير وبصحة وبافضل حال دايما يا رب وتبقوا من وردنا كده على طول وصلني رد من احد الاشخاص المحترمين على الموقع ان هما بتوصل مصاحب موقع IQ Arabian الراجل قال لهم ان هو عنده ترخيص في ايرلندا وبناء عليه هو الراجل يعتبر شغال بترخيص وقانوني اه كلام جميل كلام مقدرش اقول حاجة عنه يعني الصراحة لكن خلينا انت لما بتقول كلمة انت بتكلم احمد علي صاحب قناة عالم اثر والتقنية لما تيجي تقول حاجة للناس الناس ما عندهاش خبرة شوية في النت فما بتعرفش توصل الحقيقة لكن لما حد بيجي يقول لي على معلومة انا بعرف اوصل للعافريد مكان ما بيتولد ليه؟ هقول لك ليه؟ قالوا لي ان يا استاذ احمد في على اي كيو ارابيان انفيزمينت مانجمينت ايرلاند ليمتيد سوريزيد مش عارفين ده الترخيص بتاعهم وبناء على ده يبقى الشركة مرخصة وزي الفول مفيش مشاكل مبدئيا عشان الناس سيبقى فاهمة دي شركة شغالة في مصر مفروض ترخيص هيبقى في القاهرة لو انت عندك ترخيص اجنبي المفروض تختار السلطات بانك انت راجل عندك شركة اجنبية وبتشتغل جوا مصر ان الشركة الاجنبية دي ممكن يكون مشاطها ايه وشغالة في مصر بتهبي بايه فانت لازم يكون عندك اختار السلطات المصرية عشان خاطر يبقى كل شيء قانوني ودلوقتي هنبص طبعا انا رحت داخل على جبت الترخيص من ايرلندا جبت الشركات المرخصة في ايرلندا لديش اللي اعبت يا باشا انا لما بخش على اي شركة عشان خاطر التداول بعرف لو حطين اي بتاع ده ترخيص مضروب بعرف اجيبه بعرف اجيب السورس منه واخش اجيبه ادي الرقم اللي حضرتك حاطت عليه الرقم الترخيص مسجل باسم شركة اطلانتس انفيزيمنت مش مسجل باسم خالص ايكو ارابيان ايكو ارابيان ملهاش اي صفة انها تشتغل بالرقم ده C21368 طيب خش تاني احنا خلينا انا بوري الناس 21368 21368 عشان نتأكد 21368 الرقم واحد وما ينفعش ان يبقى فيه ترخيصين يعني ترخيص لشركتين في نفس الوقت اسم الشركة اطلانتس انفيزيمنت طيب نرجع لشركة اطلانتس احنا خلينا شركة اطلانتس ممكن تكون مديك ترخيص من تحتها يعني شركة من تحت الشركة ادي الوب ديسكليمر اضع البيانات ادي نفس البيانات اللي واخدها الاستاذ وحداتها عنده ارلندا نفس البيانات بالضبط اللي على الموقع ده اللي على الموقع ده 21368 هي الموجودة على اي كيو ارابيان اهي لاش تسحر ولا شعواز ما بنعملش حاجة اهي اهي ادرس اوف جورجيس ادرس اوف جورجيس ادرس اوف جورجيس يعني انت واخد ترخيص بنفس الرقم وبنفس البيانات وبنفس عنوان الشركة ازاي اذا كان بيتكلم عائل او اللي بتكلم يعني خلينا احنا دلوقات واضحين ادرب بقى يا معلم انزل تحت ننزل تحت قد المواقع اللي تاب عليهم ويب سايت ودي ويب سايت وحطين ايميل انفيزيمنت اطلنتيس انفيزيمنت دوت كوم خلي بالك بالايميل ده كويس خلي ودي رقم تليفونه هوا بعد از الناس اللي عايزة تتحقق من كلامي ابعت للشركة اقول لهم انتو تعرفوا حاجة اسمها اي كيو واطلبوا منهم الداة الرسمية بتاعتها اقول لهم الشركة دي مرخصة خد بياناتك اهي انا انا جدعان والله ما بتبلغ لحد انا بص انا اسمع الكتبة واقول امين لكن تجدب علي اعرف اجيب الصدق منين اي حد ممكن يستخدم اي حد يستخدم اي حد ياخد بيانات الترخيص بتاعهم بعد اذنك بلغ البوليس بلغ الشركة ايه انفيزمنت اتلانتز انفيزمنت دوت كوم رقم تليفونه هوا طيب ليه تاني برجع اقول ما ينفعش ان شركتين يبقوا اغدين نفس الترخيص ونفس العنوان ونفس الرقم يعني دي عام نزل بطاعة ضربية ما ينفعش مثلا بفتح شركة الرقم الضريبي بتاعتي واحد وشركة تانية نفس الرقم الضريبي الا بقى يعني ده مفيش ده ده في عالم سمسم الكلام ده اللي بيحصل فبعد اذنكم الموقع تاني التالت فيديو هوا الموقع تاني عشان الناس يعني كل ما اجيب لهم اسبات يرجعوا يقولوا لي طب هو فين الموقع حاط الترخيص مزيف الموقع حاط الترخيص مزيف بعد اذنكم اهو انا وردكم انا اعرف اجيب الترخيص بتاعت اي شركة اجنبية لان دي شغلتي دي شغلتي لان انا راجل بتداول ما بحطش قرش او جنيكنت لان الحمد لله بطلت تداول ما بحطش قرش او جنيه الا ما تأكد من الشركة انت بعد اذنك اعمل عنوان اعمل شغل وخلي بالكم من الشركة من 2006 الترخيص من 2006 يعني ممكن كمان يكون لاغي ممكن يكون ترخيص قديم وما تجددش لا نفس العنوان ونفس البيانات اسم الشركة هو كل القصة خد العنوان بس الشركة لسه موجودة ولسه حتى الترخيص عندها فمعنا كده انها مغيرتش حاجة موقع الشركة لسه موجود ولسه الترخيص موجود فبعد اذنكم لحطين اي حاجة عن انكيو ارابيا لقاله اي حاجة هو باشا راح اخد كوبي بست الرقم وحرزه ومحد يكلمه ما عنيش تاني خلاص كده انا تأكد ان ما عندكش ورق ومعندكش ترخيص شكرا ده باين للناس كلها انت لا عندك ورق ولا عندك ترخيص ولا عندك اي حاجة بتقول الناس ان انا بتتدار في خيارة الصناعية يعني دي مصيبة اكبر لان انبرح في الفيديو قلت يا ريد ما تبقوش بالزكاء انكم تكونوا بتستثمروا في الخيارات الصناعية ان الخيارات الصناعية اه بتعمل فيها ارباح لكن فيها خراب بيكم استعجل السوق لو قلب عليك ممكن تخسر الرقص مالك مية في المية السوق لو الموقع قفل عليك وتجميد حساب عشان خاطر اثبات اي حاجة ممكن تاخد لك شهر او شهرين هتجيب لي الناس فيلوسهم منين فبعد اذنكم ده الفيديو التالت شوفوا الترخيص انا جبته قدامكم بالفيديو وبالصورة ادي الترخيص عند الملف بتاع الترخيص بتاع شركات ايرلندا كلها نزلته اهو اي خدمة انا ما عنديش اغلى من المتابعين بتوعي والله اللي عنده اي سؤال انا تحت امره انا ما عنديش اغلى من المتابعين بتوعي اهو هو بقولك انا اتبع بنك في ايرلندا يا سيدي اعني الاتنين لك حاضر اتبع بنك في ايرلندا اهو اهو ده شركة اسمها اطلنتس هو بقى مرخص يعني ده على افتراض انه هو مرخص يعني ده على افتراض انه هو مرخص في ايرلندا وانت لو مرخص في ايرلندا يبقى تروح تشتغر في ايرلندا ويبقى ليك مكتب في ايرلندا ويبقى ليك كيان اقتصادي في ايرلندا لان حكومتها كيناك فالشركة السوري الشركة بتاعتها كيناك الترخيص بتاعها يبقى انت بفوت تشتغر من ايرلندا جايبت تشتغر من مصر ليه انا خلصت كده كلامي والحكم ليكم واشوفكم ان شاء الله حالة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته